نروح للحالة اللي بعدين. يا. واخد بالك بالكورتين دول ببساطة جدا تقدر تقولين اسمحة النهاردة كنقتر على الاهلي. طبعا. عشان الاهلي اصلا ما وصلوش الكورتين دول. ما رو كنت بقول لك كنت بقول لك في البداية قبل بس نجيب الحالة دي وقفلي سواني. سواني. اه 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 في رقم بتكلم الاهلي بقى اصنع عربع فرص محققة. اه او اكس بيكت الجودز خلال المباراة. النهاردة الاهلي لم يصل الى فرصة. في المقابل سموحة وان بوينت ايت. الارقام ما بتجدبش. هاي. فرصتين محققتين بهدفين اللي سموحة. مقابل مجموع بقى الفرص الكورة بتاع كريم فوقت هنجيبهم اكتر من كورة. مجموعهم كلهم على بعض. ما تكملوش فرصة واحدة محققة. كمل بقى واخراج الكورة بشكل بالنسبة لي كارثي من حمدي فاتح يكمل. كمل. يعمل الكورة مشيها لحد ما حمدي يشيلها. يا حمدي انت لعيد دولي. من فعش العيد دولي. يطلع ياخد التكوف ماشي الكورة. ماشي لي فريم لانها مش ماشي عندي ايو ماشيها. ماشي يا بص يا كريم. اللي اطلع يعمل التكوف اللي قدام اللي الاتنين سنتر باكس ده. ده حمدي فاتح. بص يا حمدي بتطلع فين. ما ينفعش يا حمدي يا فاتحي. انك ان انت معكش التحام. ومعكش حد تطلع معاك. وبتلعب اريا بتاخد كورة هواقية. بتشكل ده. تطلعها. ومعليش هوقفها ليه لبقى من الكادر ده. وقفها ليه. بص شناوي عينيه مش عالكورة. زي ما لومناه. في الحلقتين اللي فاتوا. بص كريم بص كريم. هنا لو عينيه مش مع الكورة ومتابعها ما يلحقش يروح يجبها. اللي ساعدوا للكورة بتقت. لكن طبعا تحرك ممتاز ورفلاكس ممتاز من محمد شناوي. اللي بعد.